استمراراً لسياسات التبعية المهينة التي مارستها ولا تزال تمارسها حكومات المنطقة الخضراء في بغداد لإيران صوت مجلس مزراء حكومة عادل عبد المهدي لصالح يعفاء الإيرانيين من رسم تأشيرة الدخول عند قدومهم إلى العراق القرار الحكومي يأتي في سياق نتائج زيارة الرئيس الإيراني الأخيرة إلى البلاد تلك الزيارة التي حاولت طهران من خلالها تأكيد قوة نفوذها في العراق سياسياً ومذهبياً عبر إظهار سيطرتها على مفاصل العملية السياسية في البلاد وتبعية سياسي العراق وولائهم للنظام الإيراني أولئك السياسيون الذين يدينون لإيران بالشكر والعرفان كونها المسؤولة المباشرة عن وصولهم لتلك المناصب كما أنها المسؤولة كذلك عن حمايتهم من السقوط حتى هذه اللحظة ولما كان القرار نتاجاً لزيارة روحاني فأنه يرتبط بالضرورة بمشروع قانون منح جنسية العراقية ذلك المشروع الذي أقر البرلمان قراءته الأولى وأثار جدلاً واسعاً ورفضاً شعبياً كبيراً لأنه إن أقر فسيفتح الباب أمام محاولات التغيير الديمغرافي للمجتمع العراقي عبر منح الجنسية للأجنبي الذي يقيم عاماً واحداً في العراق وبالنظر إلى حركة السفر الإيرانية الكثيفة إلى العراق إذ يدخل أربعة ملايين إيراني أو أكثر إلى البلاد سنوياً مع وجود رسم للدخول فإن هذا العدد المرشح للتصاعد وما هو قانون منح جنسية سيتيحان لنظام طهران إضافة عدة ملايين من الإيرانيين إلى المجتمع العراقي ما يعني تغييراً واضحاً في الخريطة السكانية للعراق العربي وسيكون هناك تغليب ممنهج لمكون مجتمعي محدد على بقية المكونات إمعاناً في السياسات الطائفية التي تنتهجها إيران في العراق عبر مواليها من حكام المنطقة الخضراء وفي المنطقة عموماً لتحقيق مشروعها التوسعي إيران إذن عازمة على تنفيذ مشروعها الطائفي في البلاد يعاونها في ذلك سياسيون ينسبون أنفسهم إلى العراق بينما لا يألون جهداً في تنفيذ مخططات نظام الملالي غير آبهين بآمال وطموحات الشعب العراقي ترجمة نانسي قنقر